اشتركوا في القناة بشعور بالألم أسفل منطقة الظهر قد يمتد هذا الألم إلى أسفل الساق يعني حتى إلى القدمين طبعا مرورا بالفخد من المنطقة الخلفية وغالبا بسبب أنه الانزلاق الغضروفي اللي بيحصل في الفقرات القطنية تحديدا أو الفقرات القطنية والعجزية الأولى العجزية غالبا ما يصيب ما يعرف بعرق النساء وهذا العرق اللي بيمتد على طول الساق والألم بيمر من خلاله لكن الألم بيكون أحيانا مثل لسعات الكهرباء كالماس الكهربائي أو أحيانا ممكن يكون حرقان شديد أو تنميل وصولا إلى حتى فقدان الإحساس بالمنطقة المصابة أو بالطرف المصاب وكله بسبب هذا الانزلاق الغضروفي المبشر في الموضوع أنه مش كل غضروف محتاج تدخل جراحي زي ما بيعتقد الكثيرين 5% فقط من الحالات هي اللي ممكن تحتاج إلى تدخل جراحي وبعد ظهور بعض العلامات اللي من خلالها الطبيب بيقدر يقول والله الآن محتاجين التدخل الجراحي الغضروف عبارة عن وسادة تشبه المخدة اللي بتنام عليها يعني هذه الوسادة وسادة تتحمل الضغط تتحمل المجهود البدني العالي اللي يعني بتسويه سواء كان في شغلك أو في مكان عملك أو حتى في البيت ممكن تشيل ترفع ممكن عملك الطويل اللي بيتطلب جلوس طويل أو وقوف طويل أيضا هذه الوسادة اللي هي أو المعروفة بالغضروف هي التي تتحمل هذا الضغط الشديد الغضروف أو هذه الوسادة تتكون من مكونين أساسيين المكون الأول إحنا بنسميه نواة الغضروف عبارة عن نواة جيلاتينية نواة يعني فيها نوع من الرخاوة رخوة صفت نوعا ما لكنها ليست سائلا بالتأكيد هذه النواة موجودة في وسط الغضروف حول هذه النواة يوجد ما يسمى بالإطار إطار خارجي هذا الإطار إطار ليفي قوي جدا يتحمل جزء كبير أيضا من الصدمات ومن المجهود البدني العالي اللي بيحدث لما بيصير إنزلاق غضروفي طبعا وهو نوعان إنزلاق غضروفي إحنا بنسميه فتق غضروفي أو نتوء غضروفي بسيط والنوع التاني بنقول عنه فتق غضروفي أو بروز الغضروف أو هجرة الغضروف من مكانه وبالتالي ممكن يحدث ألم شديد أيهما أخطر؟ طبعا الأخطر هو الفتق الغضروفي أو هجرة الغضروف من مكانه وخروجه لأنه طبعا في هذه الحالة بيصير ضغط شديد جدا على جذور الأعصاب اللي طالع منها الغضروف في المنطقة نفسها الفرق بين الاثنين إنه في حالة النتوء الغضروفي ما بيصير عندي شق أو شرخ أو يعني انكسار للإطار الخارجي فقط يكون المشكلة في النواة الداخلية النواة تحاول البروز لكن لا زال الإطار الخارجي متماسك يعني ما فيش فيه شق أو كسر أما في حالات البروز أو الهجرة الغضروف إحنا بنقول عنها برتروجين أو ميغريشن أوف دي ديسك هنا في الحالة هاي بيصير ألم شديد والنواة بتطلع من مكانها بعد ما بنشق الإطار الخارجي وبيحدث الألم الشديد طبعا غالبا الغضروفي بيحدث في الفقرات القطنية والعجزية أسفل العمود الفقري لأنها هي اللي بتتحمل الجهد البدني العالي اللي إحنا كلنا ممكن إن أديه خلال اليوم حتى الجلوس الطويل على الكرسي هذا جهد وتحمل غير طبيعي لتلك الفقرات والوسائد أو الغضريف اللي بينها كذلك الأمر الوقوف الطويل ترهل عضلات البطن وهذه كلها أحيانا إحنا بنسميها أسباب قد تؤدي إلى حدوث الانزلاق الغضروفي كيف أنا ممكن أتخلص من هذا الانزلاق أو من ألم الانزلاق الغضروفي بسهولة إذا أنا تفاديت المسببات قلنا المسببات سهلة قلنا صارنا عارفينها لكن اليوم بدي أقولكم على شغلة مهمة النواة الغضروف لا يمكن لها أن تنفتق إلا إذا أصابها الجفاف لما بيصيبها الجفاف وبيصيب الجفاف أيضا الإطار الخارجي هذا الجفاف زي ما بنشوف التربة أحيانا بيصيبها الجفاف تتشقق عندما تتشقق التربة بنلاحظ فيه نوع من الكسور والتشققات فيها كذلك الأمر الجفاف أحد أهم أسباب طبعا أنا لا أقصد بالجفاف أنه أنا ما أشربش اليوم سوائل أو ما أشربش الماء لا الغضروف عادة يحدث بشكل تدريجي وبالتالي ما بيصير مرة واحدة إلا في حالات نادرة جدا الحالات اللي يعني ممكن أحد الأشخاص يقوم برفع شيء معين بطريقة خاطئة فيحدث يعني فطق غضروفي حاد وفي هذه الحالة يعني من السهل تشخيصها من خلال وسائل التشخيص اللي يعني أحد أهمها هو صورة الرنين المغناطيسي وهنا حقيقة في هذه الحالة أو في كتير من هذه الحالات اللي بتصير بشكل حاد بنلجأ إلى الجراحة لكن كتير دائما بقول أنه الخمسة في المية اللي بيحتاجوا جراحة بتكون الأمور وصلت معهم إلى طريق مسدود في العلاجات شو هي العلاجات المستخدمة لألم الغضروف قبل ما نقول العلاجات في عنا حاجة اسمها العلاج الطبيعي وهذا من قبل أخصائي العلاج الطبيعي بيقوم بيعني بعض التمارين اللي مهمة جدا واللي بتخفف لكن بصراحة يعني ما في أخصائي العلاج الطبيعي ما هواش ساحر ولا التمارين سحر ولا الطبيب ساحر ولا العلاج أو الأدوية سحر يعني الأمر يحتاج زي ما الغضروف حصل بشكل تدريجي الأدوية والعلاجات المستخدمة أيضا بتجيب نتائج بشكل تدريجي مع ضرورة الأخذ بالنصائح أول نصيحة بنقول عنها هي الاستلقاء لكن مش الاستلقاء الطويل ما بنفع تتمدد بشكل يعني أو لفترة طويلة الحركة قد تكون مفيدة للي عنده انزلاه غضروفي أكثر من انه يستلقي في بعض الحالات علشان هيك دائما بنقول يعني مطلوب منك انك تستريح تتمدد لكن مش لفترات طويلة هذا أول شيء ممارسة العلاج الطبيعي من قبل أخصائي العلاج الطبيعي هذا مهم جدا نيجي الآن للأدوية الأدوية المستخدمة كتير كتير لكن أهمها دائما بقول هي الأدوية المضادة للأكسدة ليش المضادة للأكسدة؟ لأنه أكثر ما بيحدث في العصب المضغوط نتيجة هذا الفتق الغضروفي هو الالتهاب بصير التهاب عندي مضادات الأكسدة تقاوم هذا الالتهاب على رأسها فيتامين إي والأوميغا تري فيتامين إي والأوميغا تري ودائما بقول فيتامين إي في حالة الألم الغضروفي ممكن ناخده مرتين في اليوم 400 وحدة دولية مرتين في اليوم مع وجبة الطعام أو بعد وجبة الطعام مباشرة لمدة أسبوعين متتاليين وبعد هيك ممكن أخذه لمدة أربع أسابيع مرة واحدة يوميا الأوميغا تري مهم جدا لكن ما بنفع أخذ الاثنين مع بعض يا بأخذ الأوميغا تري يا بأخذ فيتامين إي المضادة الثاني القوي للأكسدة هو ألفا ليبويك أسد وأنا حكيت قبل هيك عنه عملت حلقة كاملة عنه وقلنا كيف بخفف الآلام العصبية أو الناتج عن التهاب الأعصاب وهذا من أقوى مضادات الأكسدة ومن أقوى مسكنات آلام الأعصاب وبيجيب نتائج يعني في فترة قصيرة ليست طويلة ويستخدم بواقع 300 ميلي جرام إلى 600 ميلي جرام مرة أو مرتين في اليوم الواحد فيتامين دي أو دالتري هذا الفيتامين اللي بسميه دايما كما يحلو لي الفيتامين العملاق ممكن ناخد كابسولة واحدة منه كل أسبوع لمدة 6 أسابيع 6 كابسولات فقط في حالات الانفتاق الغضروفي أو الانزلاق الغضروفي بحسن الآلام بشكل كبير جدا متى ألجأ للجراحة أو أنا بقول والله المريض يعني صاحب الانزلاق الغضروفي يحتاج للجراحة إذا كل الوسائل العلاجية الأخرى ما جابت نتيجة طبعا بالمناسبة في التردد الحراري في تبخير الغضروف هكذا تسمى بعض التقنيات في الحقن في استخدام الكريمات والعلاجات الموضعية واللي بتحتوي على الكابسيسين والكمفور والأستايل يعني كتير في أدوية مستخدمة موضعيا وحقن وكذا قد تساعد قبل اللجوء إلى الجراحة دائما بقول الجراحة هي الخيار الأخير متى ألجأ لها؟ لما أنا أعاني لا قدر الله من سقوط في القدم أو أعاني من خلل في عملية التحكم في عمليتي الإخراج أو لما بصير فقد للإحساس بشكل كبير أو كل الأدوية والعلاجات المستخدمة ما جابت نتيجة في هذه الحالة يكون التدخل الجراحي لكن إذا كان الغضروف منفتق بشكل مركزي إلى الخلف يعني أن واتعة الغضروف خلاص خرجت للخلف وضغطت جذري الأعصاب من الجهتين في معظم الحالات هذه طبعا هي حالة نادرة لكن في معظمها بتم اللجوء للجراحة لأنها بتشكل خطر على التحكم في عمليتي الإخراج وألم بكون ألم شديد جدا وكذلك الأمر ممكن تؤدي إلى سقوط أو هبوط القدم طبعا بنقصد في هبوط القدم أن القدم تتحرك إلى الأسفل وإلى أعلى في حالة هبوط القدم تصبح القدم ساقطة أو هابطة إلى أسفل دون القدر على رفعها إلى الأعلى لأن العصب المسؤول عن هذه الحركة هو عرق النسى أو العرق النسي أو العصب النسي البعض يسميه العصب الوركي هو عصب مختلط عصب حسي وعصب حركي وبالتالي هو المسؤول عن الحركة ومسؤول أيضا عن الإحساس أعتقد أن الوصول إلى الهدف المنشود في حال حدوث الانزلاق الغدروفي ألا وهو التخلص من آلامه والبعد عن مشاكله يبدأ بشرب كميات كبيرة من السوائل حتى لا يصاب هذا الغدروف بالجفاف لازم تحرص على شرب السوائل يجب أن تتفادى موضوع الجلوس الطويل والوقوف الطويل ورفع أو حمل الأشياء بطرق خاطئة بعض المرضى جاءني وهو يشكو من تلك الآلام وبمجرد ما عملنا له صورة تبين في انزلاق غدروفي شو اللي صار رفع أنبوبة غاز طهي الطعام أو أنبوبة غاز المطبخ بطريقة خاطئة ويعني طبعا كان واجف راح بده يعني يشيلها مرة واحدة كده ويحطها على كتفه ما جدر يعني وصلها لحد الجذع لحد وسطه راح منزلها تاني وسمع صوت يعني صوت طرقع أو يعني صوت غريب فهنا تبين أنه طبعا بعد الألم الشديد اللي شك منه كان في عنده انزلاق حاد انزلاق غدروفي حاد بسبب حمل هذه الوزن الثقيل بدون يعني أو مش بالطريقة السليمة في نهاية الحلقة أتمنى لكم السلامة جميعا مع ضرورة حرص يعني أو حرصنا جميعا على يعني اتباع هذه النصائح والوسائل اللي ممكن نقي أنفسنا فيها من حدوث هذه الآلام الناتج عن الانزلاق الغدروفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته